طيب أخبار عن المنتخب المصري وأخبار سواء المنتخب الأول أو المنتخب أوليمبي وأخبارنا عن الأهلي وعن تكريم إدارة النادي الأهلي لبطلاته فريق كورت الطائرة وفريق كورت السلة معنا في الأهلي نيوز روم خليني أبدأ بالخبر الأول بمنتخب مصر يمكن خبر مش صار شوية لمنتخبنا الوطني ومش صار بالتأكيد لكابتن حسام حسن إصابة أحمد فتوح وعدم جهزيته خرج خلاص من المعسكر الأشعة اللي أجرها الجهاز الطبي للمنتخب النهاردة إثبتت إصابة أحمد فتوح لعب الباك الشمال المنتخب طبعا ولعب المنتخب المصري بإصابة في الكاحل هتبنعه طبعا من المشاركة مع المنتخب في الموطشين سواء المباراة اللي هتتلعب إن شاء الله يوم الخميس القادم يوم ستة أمام بوركينا أو المباراة اللي هتتلعب بعدها أمام غينيا في الخارج وبالتالي أحمد فتوح خارج حسابات كابتن حسام حسن طبعا يعني أكيد طبعا أحمد واحد من اللعيبة الأساسية في المنتخب أو القوامة الأساسية للمنتخب وكان يعني كابتن حسام حريص على إنه معنويا يدعم فتوح مع إصابته وتأكيد على إنه مكانه في المنتخب موجود وتمناله السلامة والرجوع إن شاء الله بإذن الله مرة تانية للمستوى لكن هنا يبقى السؤال خد بالك أنت بتكلم على إنه الأسماء اللي كانت بتشغل المركز ده في الفترة الأخيرة أو اللي لفتت الأنظار في الفترة الأخيرة في الحتة دي كان محمد حمدي بحكم الخبرات شكري بحكم التقلق ما اعتقدش إنه فيه أسماء تانية شكري مصاب حمدي موقوف وأحمد فتوح إصابة هو كمان وبالتالي هنا هنبتدي مفكر في فكرة البدائل يعني اتقلي أو عرفت يمكن قبل ما أدخل إنه التفكير حاليا هيكون في كوكا أحمد نبيل كوكا نجم النادي الأهلي أو أحمد ربضان بيكا وده يرجعني لأول تساؤل لما تم الإعلان عن القايمة بتاعت المنتخب أنا مش من حقي إن أنا اتدخل في اختيارات كابتن حسام هو المسؤول عن المنتخب وهو الطبيعي جدا أن يختار العناصر لتتماشى مع خطته أو فكرة لكن فيه أوقات كتير جدا من حقك تسأل لما يكون فيه علامة استفهام كبيرة أو منورة أو الناس كلها بتسأل لماذا لم يتم ضم عمر كمال عبد الواحد رغم تقلقه الكبير جدا مع الأهلي منذ انتقاله ليه ورغم إنه الولد الحقيقة حتى كمان عشان مشاركش في أفريقيا فكان عدد مشاركاته مع الأهلي في مغارات المحلية مش كبير أوي يعني إيس على عدد مشاركات عدد مشاركات عمر كمال عبد الواحد وإيس فترة التقلق فيها وكان مباراة ظهر فيها بشكل ملفت للنظر وكان مباراة تقلق فيها دفاعا وهجوما وكان مباراة فاز بها بجهزة رجل ده فيه مباراة أعتقد بسان شاكر مع مين لعب 13 دقيقة أخذ رجل مباراة واحد من أهم اللعيبة الجواكل اللي موجودة في مصر هل وجود عمر كمال عبد الواحد هل لم أسأل أسأل طبيعي يعني بحسن نية والله يعني هدفي وغرضي مصلحة المنتخب هل لو تواجد عمر كمال في المعسكر النهاردة ما كانش حل أزمة لكابتن حسام حسن يعني السؤال ده هل فيه هجوم على اختيارات كابتن حسام ولا هل فيه تساؤل عن مصلحة منتخب مصر في النهاية طبعا أنا مش يعني ما بعطرتش على اختيارات كابتن حسام بس كلام ده إحنا قلناه وإحنا دايما بنتحرك بدافع المصلحة الوطنية أنا يعني بقولها مرارا وتكرارا منتخب مصر عندي نمرة واحد منتخب مصر أهم من امتحاد الكرة وأهم من رابطة الأندية وأهم من الجهاز الفني وأهم من كل أندية مصر وأنا بقول الكلامت على شاشة النادي الأهلي فبالتالي يعني أسئلة في بعض الأوقات محتاجين شوية نفكر في المصلحة الأعلى يعني كلنا كل واحد في الدنيا بتحرك عشان مصلحته لكن في النهاية محتاجين نفكر شوية ننسى خلافاتنا الشخصية ننسى انتماءاتنا أنا شو بكلم عن كابت الحسام والله بس أنا بكلم عنينا كلنا بكلم عنينا كلنا كلنا منظومة الإعلام الرياضي بالكامل الأجهزة الفنية سواء أندية أو منتخبات قائمين على اللجان المختلفة في اتحاد الكرة تحكيم ومسابقات وانضباط وإلى آخره ربطة الأندية يعني أنا وزارة الشباب والرياضي بالتأكيد كل الناس دي في النهاية الأرضية المشتركة بينهم أو المصلحة المشتركة بينهم اللي هم المتفقين عليها هو اسم مصر فمحتاجين شوية نبعد عن الدوائر الديقة والصراعات تفهة أقولها تفهة لإني مش لقي مصطلح تاني اللي احنا بندور فيها كل يوم ومحاولة اختلاق المشاكل ومحاولة إحداث الفتن ومحاولة تخلص كل واحد ليه عند حد طار بيخلص طاره ونحاول شوية نبص المنتخبنا الوطن